عيزة الله حضراتكم بقى كل سنة وحضراتكم طيبين عام دراسي جديد انطلق أو ينطلق في نسرحة السبت وفي نسرحة روح بكرة ان شاء الله ينطلق اليوم يحدون الأمل في أن يكون عاما ناجحا بكل المقييس وعلى مختلف المستويات الإدارية وتنظيمية والدراسية ولا يعاكر صفوه أي أحداث أو تعوقه مشكلات حيث تستقبل الجامعات والمعاهد الحكومية اليوم مليوني ونصف مليون طالب وطالبة في مختلف الكليات العملية ونظرية وحرصت الدولة المصرية على توفير كل أسباب النجاح للعام الدراسي الجديد وتوفير سبول الراحة للطلاب والطالبات كما حرصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على عدم زيادة المصروفات الجماعية هذا العام وتم وضع منظومة لحماية غير القادرين في المدن الجماعية عقب زيادة رسوم الإعاشة بها إضافة إلى توقيع بروتوكلا تعاون مع وزارة الصحة لإيجاد مستشفيات جامعية خالية من أي أمراض معضية إضافة إلى توفير العلاج المجاني للطلاب وطالبات المصابين بفيروس سي وشدد الرؤساء الجامعات على ضرورة انتظام المحاضرات منذ اليوم الأول وبدء تسكين الطلاب والطالبات بالمدن الجامعية الجديدة بعد توقيع الكشف الطبي عليه وإجراء تحليل مخدرات لهم مؤكدين الانتهاء من خطة تأمين الحرم الجامعي من الداخل بواسطة أفراد الأمن الإداري وفي إطار الحرص على تأمين وانتظام العملية الدراسية داخل الجامعات والمعاهد الحكومية وعدم الزج بها إلى عالم السياسة كان ضروريا تأكيد حظر العمل الحزبي والسياسي داخلها حتى لا تتحول الجامعة إلى سحة للمعارك السياسية والحزبية ويقتصر دورها على تنقل علم نأيا بها عن مهاترات العمل الحزبي والسياسي ولتأكيد وغرس الانتماء في نفوس الطلاب والطالبات المقدمين على مرحلة جديدة تم التشديد على الاتزام بأداءة حيث العالم ونشيد الوطن يوميا داخل الجامعات كما تم التشديد على تطبيق قانون الجامعات بكل دقة لضمان الانضباط في كل عناصر المنظومة التعليمية يعني هذا بعض من كل أما الكل بقى إصلاح العملية التعليمية في مصر من أولها لآخرها من المناهج لطرق التدريس للمناخ التعليمي لعدم الزج زي ما كنا بنقول بيء سياسة في التعليم لضرورة أن يرتبط التعليم بسوق العمل لضرورة رفع كفاءة المعلم وكفاءة المناهج وكفاءة الطلاب اللي ارتقاء بالعملية التعليمية مفهوم التعليم نفسه يجب أن يتغير كل ده يعني أحلام ويعني بنضع يا ذوبك اللابينات بسيطة كل عام يعني نتمنى أن يكون هذا العام أفضل كثيرا من العام الماضي الذي كان بطبيعة الحال أفضل من العام السابق لي يعني حتى وإن حققنا زيادة طفيفة كل عام لكن كنا راسخين في اللي احنا بنعمله أعتقد خلال سنوات مش كتير أن نكون جزء من أحلامنا التعليم هو الذي يرفع أمم وهو الذي يطرح أمم يعني من الآخر